اللي ماشيين معانا في السيرة يلاحظوا عاها غريبة قوي ان احنا اللي تكلمنا فيه بنتكلم ازاي بيتبين المجتمع وازاي المجتمعات بتبقى مستقر من اهم الحاجات اللي بتجي على المجتمع مستقر هو الكلام اللي بتكلم عليه النهاردة الوفاء الوفاء ما بين الازواج الوفاء ما بين الازواج ده حاجة ندرة بتتكون واحدة واحدة ما بيننا وإحنا عايشين في الحياة مع بعض يحس الزوج امتى بانه ياجب عليه انه هو يوفي للزوجة والزوجة امتى لما يبتدي الجواز على ان احنا مش عداء ده احنا احبه وعشان احنا احبه كل واحد فينا نعمة من نعم ربنا على التاني زوجي نعمة والجواز نعمة زوجتي نعمة والجواز نعمة ده قبل ما نتكلم عن الاولاد احنا احباب المحبة يا سيدة لازم نعرف قانون في الحياة الزوجية قانون في الحياة الزوجية اللي بتقول ليه المحبة هي اللي بتعمل الذكريات والذكريات بالطول لما تتحول الذكرة الحسنة دي الى قيمة فرسول الله صلى الله عليه وسلم شايف ان السيدة خديجة تحولت الى قيمة الى قيمة في حياته فالسيدة خديجة ما ينفعش تتنسي وإلا الانسان هينسى جزء من ذاته اوالله تخيل لما الواحد يحس ان شريك حياته تحول الى قيمة لو نسيه يحس بالعكس ترايب بعض الاحيين لما الواحد يتوه او يتعب يتذكر شريك حياته يتذكر ذكرة لشريك حياته فيحس ان هو بيرجع لذاته مرة تانية وعشان كده الذكرة الحسنة مش بس لحظة جميلة وإنما هو جمال بيمس القلوب ويسكن جوه القلوب والذكرة الموجودة في القلب بتتحول لمواقف لا تنسى وتظل على رأس ده دعم السيدة خديجة لحظة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم ان يصدقته حين كذبه الناس يبقى الوفاء ما بين الازواج هو اللي بيحافظ على الفضل ولا تنسوا الفضل بينكم هو اللي بيحافظ على الفضل لانه بيخليه يدوم يا سادة في قانون بيقول الوفاء ماحي للجفاء وماحي لإيه للجفاء حتى لو كان الجفاء ده جفاء المسافة حتى لو هي انتقلت ولذلك الوفاء ماحي للجفاء ومكرس للعطاء خلينا أقول لكم سر السيدة عائشة لما كانت زعلانة من كلام حضرة النبي على السيدة خديجة ما كانت زعلانة من السيدة خديجة لكانت زعلانة إيه هي غيرانة طلبة من ده طلبة من هذا النوع من أنواع الوفاء بس السيدة عائشة كانت تعرف أن حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أكيد هيكون على نفس الوفاء لها زي ما كان على وفاءه للسيدة خديجة وعشان كده حضرت النبي عشان لما هي فهمت الدرس وقالت استغفر لي يا رسول الله قال تعلمي الدرس من صاحبة الدرس اللي يمين استغفري لخديجة حتى أستغفر لك فتتعلم الدرس طب نعمل إيه بقى إزاي الست تقدر تحوز قلب الراجل عشان يكون وفي لها وإزاي الراجل يكون كمان يحوز على قلب المرأة عشان تكون وفية لي أو في خمس حاجات أول حاجة الراجل عشان المرأة تبقى وفية لي لازم يعمل شوية حاجات أول حاجة لابد إن الزوج يكتفي بالزوجة ما يقرنهاش بغيرها لابد إن الزوج كمان عشان الست تظل وفية لي لابد إن يكون سريعة ترضية ليها وكمان لابد إن الزوج يكون طويل البال وكمان ما يهددهاش ما يخوفهاش يا ناس ياللي إنتوا قاعدين اطلق في لسانكم على طول على طول على طول الست متحبش اللي يهددها كمان ما يعقبهاش لإن إحنا بنتجوز الستات مش عشان ربيهم عشان نعيش معاهم حالة من حالات الود والجمال طيب والستة إزاي بقى؟ تحوز على قلب الرجل ويبقى وافي ليها تبطل انتقاد تبطل الشكوى تبطل اللوم مسلس الروع بدوة اللي احنا بنسميه مسلس النكل تبطل الانتقاد وتبطل الشكوى وتبطل النوم وتقف جنبه وتدعمه وآخر حاجة تعتبره بطلها شوف السيدة خديجة عملت كده مع حضرة النبي حضرة النبي جاي بيقول زميلوني زميلوني يدسروني يدسروني فتيجي السيدة خديجة وتقول له والله لن يخزيك الله أبدا وتذكر مواطن وتذكر المعاني اللي يتخليها انه بطل في حياتها كده السيدة خديجة فضلت وكان لازم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الدرس كده المرأة سكنت في قلب حبيبها وقلب زوجها ولازم يكون وفيليها يا رب اجعلنا دايما من أهل الوفاء وخلوا بالكم من رشدتة اللي قلناها عشان يفضل كل واحد فينا ساكن في قلب حبيبه ويفضل هو ذكرى ويفضل هو قيمة جميلة في حياتنا وفي حياته طول العمر وكمان بعد ما يفرقنا الموت يفضل حبيبه ويفضل وفيليه يا رب الهمنا الوفاء واجعل بيوتنا دايما بسر هذه السيرة وبسر جمال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها سيرة يسر وسيرة سرور في قلوبنا وفي حياتنا يا ربنا يا غفور